سلام عليكم و ازايكم يا احلى و اجمل فانيليات النهاردة ان شاء الله مع بعض هنعمل كيك طحفة بصه خيالي كده و شكله حلو جدا جدا و كرتوني و فاني و بصه لطيف قوي قوي انا اي حاجة فيها كرتوني لازم تلاقوني دخلة فيها تعالوا مع بعض نشوف المقادير انا عندي الكيك هنا مقاس 22 اخد معايا 150 جرام كريمة في الحشو و اخد معايا في التغليف 220 جرام كريم شنطي و اخد كمان 120 جرام سكر بضرة و عليهم 3 كوب ماء مسلق جدا جدا فرت الكريمة كده طبعا على الكيك من برا باستخدام كيس الحلواني كالعادة و جبت الاسباتيولا و بدأت افرد بالشكل ده من فوق و كمان من الجوانب اي حتة بحس ان فيها يعني سنة كريمة نازلة كده او مش مكفية بضف لها سنة كريمة زيادة الكيك هنا طبعا ترند اوي و طالع باشكال كتير و مختلفة انا حبيت اعمله فانيليا لان العميلة اللي كانت عايزاة كانت عايزاة كله يكون فانيليا ما يكونش فيه الوان اهتمت اوي و انا بجلس بالجزء اللي تحت مش الجزء اللي فوق و هتعرفه ليه وبعدين تاني خطوة بدأت امسك السكرابر و بدأت اجلس و انا بجلس انا مهتمية بالجزء اللي من تحت جزء اللي من فوق مش فارق معايا و هنا استخدمت تب رقم اربعة تب رقم اربعة حطيت في نفس الكريمة و هبدأ اعمل بيه الدرب اللي على الجوانب بعمل شوية درب تخين شوية درب رفيع شوية درب طويل شوية درب قصير وهكذا و هكذا بشكل يعني عشوئي خالص خالص وهبدأ استخدم الاسباتيولة دي يئم الاسباتيولة الصغيرة يئم الاسباتيولة الطويلة بس اهم حاجة انها ما تبقاش الاسباتيولة الكبيرة دي لان الكبيرة دي لما هفرت بيها هتعمل الدرب يعني شكله دخين مش حلوة خالص و هيتوصله بعض انما الاسباتيولة الصغيرة دي هتزبط لي المئاس ببدأ انزل واطلع على شكل الدرب زي ما هو معمول بالضبط بحيث ما عملش فراغات هوى ولو ما عنديكيش سباتيولا صغيرة تقدري تعمليها بسيف السكينة عادي جدا سكينة المطبخ ما فيش اي فرق بينها وبين السباتيولا دي بعد ما فردتها كده استخدمت السكرابر فاني انايم حواف الكريمة كول لها الجوة علشان اخد سطحة املس قدر المستطاع مش فكرة شارب ايج الطرطة هنا مش معتمدة على الشارب ايج خالص وهنا حطيت السباتيولا في مياه سخنة ونشفتها بمنديل وبدأت اجلس على حواف الكيك من فوق وداخل السطح عشان اخد شكل املس قوي نفس اللي عملته في الدرب اللي على الجنب هعمله بس على القاعدة بتاعة الطرطة برضو درب تخين ورفيع طويل وقصير مش منتظم على الحواف بتاعة الكيك من تحت وهفرده برضو بنفس السباتيولا وبنفس التكنيك لما خلصتهم سكت السباتيولا وبدأت افرد هنا بقى انا عايزها شكل مش منتظم يعني مش فارق معايا قوي مين طالع مين داخل انا عايزها كده يعني انا عايزها مفنكشة تمام كل ما كانت مفنكشة كل ما هتديني الشكل اللي انا عايزها بعد ما عملت كده تعالوا نشوفوا الخطوة التانية وهنا جبت اللون الاسود من ماجيك وانصحك يعني ماركت ماجيك طالما هتستخدمي حاجة مصري وتزودي في اللون كتير 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 على كمية كريمة صغيرة لغاية لما تاخد معاك يعني لون اسود قاسي جدا زي ما انت شايفا كده هستخدمه باني احطه في تب الكتابة تب الكتابة اللي هو تب رقم اتنين وهبدأ حطيته هنا في تب رقم اتنين اللي هو تب الكتابة وبدأت اعمل كده على الدرب ده نقط كده متقطعة يعني شوية موصولة شوية متقطعة انا عايزها بنفس الستايل ده تمام الفكرة هنا ايه بقى في الكارتون كيك او الكيكة الكارتونية ان هي كيكة تحسيها كانها مرسومة باليد وعليها تحديد بالقلم الرصاص هو ده الفكرة كمان في الحواف من فوق هاعمل نفس الموضوع هشد الخط بحيث الخط يتوصل شوية ويتقطع شوية وهو ده هيكون الشكل بالنسبة للجزء اللي فوق شايفين الفركاشة الصغيرة في الجزء بتاع اللي فوق ده انا برضو هبدأ احط فيه شوية لون اسود علشان الدرب ده كأنه طبقتين سيلين فوق بعض فحتى الاشكال اللي فيها دفوهات هي هتخدمني في الترطة دي كويس قوي هنا كمان في الجزء اللي تحت هعمل نفس الموضوع بس مش هحدد جدار الترطة من تحت نصيحة وانتي بتكتبي خلي ايدك الشمال تسمد ايدك اليمين علشان اولا ما تترعش وانتي بتكتبي ثانيا الكم بتاعك لازم يبقى ملموم عشان ما ينتش الكريمة لان ايدك بتبقى مقربة قوي قوي وساعتها انتي هتعيطي وكلين هنعايت وهنجيب نص تعايت لان ملهاش حل خلاص الكريمة اتنتشت فالكريمة الغلطة فيها بجون كتبت كلمة هابي بيرس داي بشكل عادي جدا مفيوش اي ستايل والحاجة وبعدين هبدأ هنا استخدم التب ده التب ده اللي هو تب البتيفور الكبير هيعملي كده روزيتة كبيرة هعلى بيها دور واثنين واقف عند التالت وكذلك هكرر نفس الفكرة دور واثنين والتالت وهنا هعمل روزيتة كبيرة واقفة على جدار التورتة بس بنفس التب اللي كتبت بيه هبدأ اعمل بيه خطوط سودة على الحواف بتاعة الروزيتة احنا اتفقنا ان التورتة كارتونية يعني كل حاجة متحددة فده بيديها شكل التحديد حلو قوي كمان شوية روتوش كده على وش التورتة قبل ما حط التوت هحط كمان هنا تالت توتات كده لونهم احمر هيدوها شكل تحفة جدا انا كده خلصت الكارتون كيك اللي طالع تريند جدا وسألتوني عليها يا رب تعجبكم وتجربوها وتورين تطبيقاتكم على الجروب بتاعنا ولو وصلتي للجزء ده من الفيديو فاكيد عجبك اجوا اعطي انسي اللايك واقعوا اعطي انسي الشير وتطبيقاتكم هستنها معاي على الجروب مورتوني وشرفتوني